السلام عليكم متسبعين في قناة كوزين بوشراء اليوم ان شاء الله بنهار جديد وفيديو جديد كانت منكم دائما تكونوا باخر والاخر وانتما كتبوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم هذا الكيك الاقتصادي وبحجم عائلي كتجين هذا الكيك خفيفة بزافة البناس وكتجي لديه داما نقوش لكم المهم كانت منكم والبناس اللي عجبكم فيديو تبرتاجيو وديروا لايك وولني مع دخل القناة ترشتراك ومرحبا بكم مرحبا بكل المتسبعين وكن نقول لكم شكرا بزافة لتعاريق الزوينة ديكم المهم خليكم مع المقادر وطريقة التحضير عندي هنا يا واحد الليمونة محكوكة عندي قبيصة للملحة جوج الأكيز دي الخامير الحلويات عندي كاز دي العنباء دي السكر سنيدة نصف كاز دي العصير حامضة كاز دي الزيت نباتية وعندي هنا جوج البيضات بدرجة حرارة المطبخ دقيقة البنازة هنا يستعملت ثلاثة الكيسان لاروب ديال الدقيق سنجيب واحد طاصة ولا واحد الإناء سنوضع فيها البيض سنضيف مع ذاك الكاز دي السكر سنضيف مع واحد القبيصة دي الملحة سنضيف مع البيضات سنضيف مع الديف السكر السكر سنضيف مع الدراسة كيف ما كتشوفون بعد ما كيس بدلي اللون كنضيف كنقسم هاد الكاز دي الزيس على ثلاثة الاقصام كندير اربع وكندير نص عادي كندير تسولوت اللي كي يبقى ونحاول نخلط مزيان حسا كي يجانسوا لي هاد المكونات بتلاثة كيف ما كتشوفوا البناس غادي نجيب هاد الكاز ديال نص كاز ديال الحامض غادي ندفع ليه نص كاز ديال الماء عادي البناس من الصنبور وغادي نحاول نخلط شوية بشوية غادي نضيف هادك القشور ديال الليمون الحامض زربت انا هاد البناس هنا ايه باش ما يجيكمش الفيديو طويل كنده نضيف طقيق شوية بشوية من بعد كنضيف مع هادك كشور ديال الخاميره ديال الحلوه وكنخلط مزيان حسا كنحصل على واحد العجين تيكون تيكون سائل وغادي نكتب بيه وتبقى لي ديك الكتبة بما تطيحش ليه باش يجيني الكيك ديالي يكون ناجح وسمحوا لي البناس رهما مشالي المقطع ديال فاش خويت العجين ديالي في المول وفاش دخلتها للفران سمحوا لي بززاف وكيت ما قد شوفوه من بعد ما ساليت هادك الدقيق قدرتها في المول دخلت الفران خليتها ما بين 35 حسا 40 دقيقة كنخرجها من الفران كنخليها حتى كت تعرق وحت شوية كنحيدها من المول كندهنها بشوية ديال كونفوتور ويمت زين كيبقى خسيارك كيف ما بايت زينوها زينوها انا زينتها على الشكل اللي شفتوا معايا البنات زينتها بشوية بشوية اللوز كونكاسي واللوز ايفيلي صافيو كان القوتي ديالنا على هاتشكل هادا في الحريرة فيها البيت ونملوي هنا يا راكي المعمر وكي اللي خاوي البنات مهم دبا نشاركو معاكم ان شاء الله والكيك ديالنا كي جين علي هاتشكل هادا كيف ما كتشفوا معايا كتجي خفيفة بزافة البنات وكتجين لديدة وكيف ما كتعرفوا الموسم دي الحامض راهوها هذا هو الوقت ديالو يعني راه الكيلو ديالو كي ديرت قريبا ربعة درهم ثلاثة درهم ونص علاش ما نغتال مش فرصة ونصوبو بيه الكيك نصوبو بيه العاصير كي يجي ساوزوين مازال نشاركو معاكم ان شاء الله وصفات اخرين بالليمون الحامض وكنتمنى هات الفيديوين الاعجاب ديالكم كنقولكم من البنات اللي كنتوا اول مرة تشوفوا القناة تابنوا معايا وتغطوا على زر جارس باش يوصلكم كل جديد شكرا على المتابعة اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله